34 دقيقة في ماتنا للشمس في مضيفتنا في التحليل والنقاش الصحفية بجلدة صباح إيسيا العتروس لما نحكيه على مسألة فوز الرئيس التركي جاتبها أردوغان بولاية جديدة نبدأ معك إيسيا صباحك بالخير أهلا وسهلا مرحبا صباح النور صباح الخير للناس لكل المستمعات والمستمعين الكرام بداية أسبوع موفقة للجميع للتلمدى والطلبة والناس التي توجه الرزقها في باب ربيب أنا ساعة ساعة ندخل هكاكا طول نبدأ متخمر بالأحداث ومركز هكا على الديك هي الأحداث برشة أحداث أنا بشترجع لنا الناس فرحانة لها الباجة الناس فرحانة بتأهل فريق القومي لليد تحت لعشرين سنة فما برشة حاجات قال لي ترجع شفوية الروح وترجع شفوية التفاقل وتخلي الفرحة تدخل قلوب التوانسة ويبدأ وبداية أسبوع إن شاء الله فيها برشة تفاقل وأنا فرحان برشة بحضورك بحذايا وسعيد على الأخر أنك موجود بحذايا إيسيا العاتروش إتحاد الشغل يقرر تقديم قضية استعجالية ضد الحزب الدستوري الحر بسبب ما وصفوا بالاعتداء على مقره يوم السبت الماضي كيفش توصف اللي صار نهارة السبت أمام مقر نقابة للصحفيين وأيضا أمام مقر إتحاد الشغل كنت نتمنى منحكي هيش عليها حاجة كما كي إنه نوصلوا في بلادنا اليوم في معركة كيما من نوع هذية الحقيقة مهزلة إنك عندك حزب وحزب ما زال يتحرك في البلاد رغم إنه تقليلنا التضييقات رينا تقريبا ما أحزاب اندثرت الدستوري الحر قاعد معنتها ماشي في طريق كي إنه معنتها ما عنده ما يعمل كل مرة يختلق معركة في هذا الاتجاه أو ذيك معنتها هو نقاب صحفيين هو نقيب صحفيين والحال إنه فما قضاء فما قضاء عندك أنت عندك مشكلة مع الإعلميين ولا مع نقيب صحفيين فأمشي للقضاء المشكلة اليومة اللي رهم تساتر تاريخيا رهم جزء من تاريخ تونس رهم أسو قبل الاستقلال وبعد الاستقلال وراه فيه أسماء وقيادات كبيرة اليومة عندك حزب يتلخص في عنوان رئيس الحزب فقط لا لنا قيادات لا لنا زعامات أخرى لا لنا وجوه سياسية تتكلم تعطيها فرصة تخرج يعني كل هذا ولا فيه متعمة هازل ومتعم معنتها لعب في مستوى معنتها متدني جدا مش هذا المطلوب لا توجد قضية تدافع عنها عبير موزي في علاقة بسمهم هما الإخوان جاية أو الإخوان في الدولة المدنية في كشف كل ما يتعلق على الأقل في ما يتعلق بدولة أطلنتس ما يسمى مملكة أطلنتس لا توجد قضية تعبر عنها عبير موزي في إطار حراك السياسي وفي هذا الوقت تونس اللي تعيش فيه حراك سياسي استثنائي نوعا ما لا نجم لا ننفي ولا نأكت لأنه يعني هذه أخبار متداولة ولكن في كل الحالات في كل الحالات أنت عبير موزي مكش القضاء أنت عبير موزي مكش أنت اللي مش مش تفصل في الأمور هذه فما 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 دولة فما قانون أنت مش مش تمشي معنتها مقر نقاب صحافيين ولا مقر الاتحاد معنتها شنوى النتيجة وشنوى الفايدة معنتها ماك الصورة اللي أنت معنتها كل مرة تزيد تخليها معنتها تترذل وتتراجع وعندك فرصة كنت عندك فرصة بيشتعمل كثير من الأشياء مرمتع قانون كي تتكلم تقنع تعرف تحكي بالقانون عندها دفع عليها الدولة المدنية عندها مخط واضح ضد الإخوان وضد الإسلاميين وضد معنتها كل هذه محاولة تخونا نجد الدولة والتغلغ اللي اللي صار ولكن فما فما حدود فما طرق وفما أساليب يعني بالتالي أنت مكش مش تعوذ القضاء ومهاش بهذه بالطريقة اللي اللي تنجم تتواجه بيها مشاكل منه هذي إذا كان إذا كان ما نسمح النفسي بش نعطيها نقول لها النصيحة نقول لها رجع روحك أعذر روحك في المرية شوف ش قاعدة تعمل بيه الحزب مداعك وشوف معنتها أنه الفرص اللي قاعدة تضيع فيها على الناس اللي تلفت معك ولي اعتدتك في قطها والناس أيضا تساترة اللي أنت يخذيت الاسم وخذيت الارث بتاعهم لأنه مش هذا اللي يزموا يكون بصراحة يعني أنك ممكن تكون عندها الحق في 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 أفكارها ولا في تواجهاتها ولكن مش مش بالطريقة هذه اللي تنجم أنت يدفع عليها بالحكس أنت لو ما صورت روحك على أنك معنتها في صورتك الضحية المظلومية الانسياق وراء كل ما يمكن أنه يشعل معنتها ليأجج المشاكل لها فقط رد اتحاد العام تشغل شفناه في المكتب التنفيذي وانعيقاده بسيفة طارق يعتبر ما صار يذكر بمقامه بها روابط حماية الثورة في وقت من الوقات في 2012 كيفش تعتبر كذلك رد الاتحاد العام تشغل على ما صار يوم السبت الماضي أمام مقره شفت كيفش معنتها ولينا المشكلوين أنه معنتها وليت المعارك عركة بين الاتحاد وبين الحزب التستوري الهر وقت اللي كان وقت اللي في البلاد هناك اليوم أهم وأخطر من هذا الكل معنتها هي تعتبر صمت الاتحاد غير غير مفهوم صمت الاتحاد هو 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 الاتحاد معنتها نجم نقولك صحيح عنده صمت في عديد من المواقف حتى في قضايا أساسية ومصيرية يعني منذ مدفع مغياب للاتحاد حتى حكايتها المبادرة اللي معنتها مازال ما معنتها كيني من عرش مؤجلة إلى إلى أجل غير مسمى كل هذا مفهوم ولكن إنك الطريقة زادها راهي مايش حضرية حتى ترفه راهي إنك تمشي تتعدى على مؤسة ولا تمشي تستهدف مؤسة من عرش مني ما كنتش شاهد عينان حتى ما شفتش فيديوهات معنتها شنو اللي سار ولكن إذا كان لتي حاتقرر إنه بش يقدم شكاية عاشلة في هذا الغرض ويذكر باللي حادة باللي سار معنتها سيكم أمور معنتها وصلنا وصلنا جاوزت كل لكل منطق كل منطق كل منطق كل منطق كان ممكن تجنب من الجانبين من الجانبين من الجانبين نقبت صحفين كان رد هذكي كان رد هذكي سكرت لبيبان وعلقت معنتها صورة وأنت أفهم كما تحب فهمت تبقى إسيا العطروس أيضا يعني الاحتجاج اللي قام به الحزب السوري الحر من أجل ما يعتبوا التستر على شبكات إعلامية مشبوهة وتشويه رئيس الحزب أنت قلت إذا ثم قضاء فهو الفيصل في كل هذه المسائل محمد ياسين جلاسي نقيب الصحفين يعتبر اللي صار السابقة خطيرة هل مثل هذه الدعوات وحنا كقطاع إعلامي لكل يعيش نوع من الضغط بسبب المحاكمات على المرسومة 54 يعيش هناك بعض المشاكل في القطاع ووضع المؤسسات الإعلامية في ظل هذا الوقت بهذا التحرك للحزب السوري الحر ألا يؤلب الرأي العام تجاه القطاع الإعلامي أو مزيد تقليب الرأي العام أمام الصحفين؟ إلى حد ما نعم فيه تقليب الرأي العام وفيه معنتها تشكيك وفيه معنتها توجيه تهم في معنى قضايا خطيرة هذه تمس بأمن الدولة هذه تمس معنتها مسائل انتماءات خطيرة لتنظيم دولي لتنظيم إرهابي لتنظيم معنتها غير معترف به ولكن في كل الحالات أنك أنت تحكي من منطلق يعني شبهات من منطلق معنتها أفكار من منطلق معنتها اتهامات غير مبرى معنتها الأصل في الأشياء أنك رهوا أي متهم باري حتى تثبت إيدانتو مش العكس مش العكس يعني أحنا اليوم أقرب نواليوم في تونس معنت الناس الكل معنتها متهمة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك وهذا يختير وهذا يختير زاد أنك توجه تهمات للصحفيين وتشوههم وفي أعراضهم وفي ميهنهم وفي مقراتهم وفي معنتها في كل شيء هذا زاد خطير فما فهم أن يبيع عمومية موشودة إذا كان فما ملفات تستوجب أنها تفتح ما فهماش حتى فما حتى قطاع ولا أي معنتها مجال ولا أي إنسان زادة حتى كان صحفي أو غير صحفي معنتها هو محصن وقال ممنوع من أنه تتواجه له المسائلة والمحاكمة كل هذا يبقى معنتها مربوط بالملفات وبما هو معنتها الإشكالية أسي العاتروس على الصحفية بجرد الصباح أنه منذ تقريبا بعد الثورة ودائما الأعلام متهم إلى ما تابش نبقاه في ظل هذا المناخ ووساء أعلام متهمة بحاجات ممكن تكون هي ما عندهاش ذنب في اليسار ما هذا ما ننكروش أنه ثم بعض الإخلالات وثم التجاوزات ولكن لماذا دائما هناك مخيال عام لدى الطبقة السياسية وبعض مكونات كذلك المجتمع المدني أن الأعلام هو المتسبب في هذا الوضع الذي وسلنا له اليوم في تونس متسبب ربما إلى حد ما أمام نجمشا نقول الأعلام يتحمل مسؤولية كل شيء قطاع مخترق قطاع مريض هو بمثابة القاترة اللي معنتها تقريبا مكوناتها لكل مش متماسكة قطاع معنتها مستهدف على مختلف المستويات مؤسسات مهددة بالإفلاس مهددة بالغلق قطاع معنتها في استهداف حتى للصحفيين في حريتهم في عيشهم الكريم في أجورهم والأمثلة عديدة من شمس للصباح لكل تقريبا الأعلام المصادر اللي مزال ما يعرشش إلى أين يتجه يعني في كل حالات الأرضية مهيئة الأرضية مهيئة أنه هذا أعلام العار أنه هذا الأعلام اللي كان يمجد فيه بن علي مشاي بن علي كان يمجد في الباجي في المرزوقي في كذاء اليوم قل يعني الأرضية مهيئة لأنك أنك توجه الرأي العام أنك تقلبه أنك تتحمل للأعلاميين لكل المسؤولية في كل الحالات يظهر لي أنه تنظيم القطاع والإصلاحات اللي تقريبا تعطلت كنا في يمكن في 2012 بديت نوعا ما هكذا فما ندوات فما لقاءات فما محاولات انه التعديل الذاتي انه إصلاح المؤسسات الهيكلة التكوين كانت هناك كثير من الحماس ولكن فجأة هذك الكلو معنتها اندثة وغاب ولات معنتها مؤسسات ما تعرش عليها شكون وراها شكون يمول فيها الحقيقة فما الكثير ما يصير الشكوك ما يصير يعني نقاط الاستهفاء هام حول الانتماءات فقط أنختم بهذا مش الناس الكل معنتها مترفعة مش الناس الكل نفسها عزيزة مش الناس الكل ما هيش قابلة للمساومات وإلا لهذه أرى لابد أن نقر به ولابد أيضا من أنك تعطي أنفاق جيدة للقطاع ككل ديمقراطية بإعلام أفضل من ديمقراطية أن تكون دون إعلام وما تجمش تكون ثم ديمقراطية دون إعلام أحد الرؤساء الأمريكيين اللي قال لو كنت سأختار بين حكومة من غير إعلام وإعلام من غير حكومة أنه كنت نختار الإعلام شوي آخر نرجع معاك على جمعية القضاة وبيانها والتي تستنكر تدخل في النيابة العمومية كل هذا بعد الفصل شامس شامس شائع اشتركوا في القناة مازلنا في التحليل والنقاش مع الصحفية بجريد تصباح اسيا العطروس نرجع معك شوية اخر على فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بولاية جديدة ولكن قبل جمعية القضاة التونسيين تستنكر عدم الاعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022-2023 وتعتبرها سابقة خطيرة كذلك تعمد وزارة العدلة تدخل في عمل النيابة العمومية في عيد المحاكم وتوجيه اعمالها بشكل غير مشروع في استحواذ خطيرة على صلاحية السلطة القضائية وبسط هيمنتها على القضاء هذا ما جاء في جمعية بيان جمعية القضاة التونسيين وضع القضاء اليوم السلطة تحاول السيطرة يسير العطروس على القضاء والقضاء يحاول فك الاستغالية كيف يسير بالضبط في هذا القطاع اللي هو ما نعرفوش اليوم موظيفة ام سلطة؟ هو وظيفة هذا ما قاله رئيس الجمهورية هذا ما قاله رئيس الجمهورية هو بالأمر الواقع بالأمر الواقع يعني هي ماركة ماركة كبيرة يعني العدالة بجناحيها قضاة محامين هي مهشي يعني في ماركة مفتوحة بالتأكيد انه بيان القضاة شبان مهوش من فراخ يعني الكثير من الأحداث الحركة القضائية المجلس أعلى القضاء الايقالات المحاكمات القضاة اللي مزلوا يستنى وبعد مقرار المحكمة الإدارية الكثير من الأمور والملفات القائمة يعني تطرح نقاط استفهام كبيرة يعني ما معتقدش انه القضاة يتحركوا من فراخ كيفش تحبوه القضاء اليوم السلطة السياسية كيفش تحب القضاء؟ السلطة السياسية هذه معنتها حسب واضح هو يراد له أن يكون قضاء متاع املائته ولكن في قناعتي انه في كل القطاعات هناك شرفاء وهناك معنتها الناس تأمن بأهمية القضاء وأنه هذاك سلاح الضعفاء وهذاك سلاح الناس اللي معنتها وقت اللي تواجه الظلم تمشي للقضاء ويفترض أنها تجدوا في القضاء يعني هو المظلة اللي بيش تحتمي بها وبالتالي هي اعتقد أنه مزالة المعركة مفتوحة بين السلطة السياسية وبين القضاء ككل هناك القضية الكثير من الملفات اللي اليوم تدعو إلى ربما وضع كثير من النقاط على الخروف النيابة العمومية اليوم هي الحام الأول للحقوق والحرية ولحقوق الأفراد داخل الدولة لأنه يقولون أنه تم تدخل في هذا العمل لأن اليوم شو نعمل إذا النيابة العمومية غير مستقلة خاصة إيسيا والسؤال هذا مطروح إذن نتشكيه مقبل من السلطة السياسية والأطراف اللي حكم تقبل والأحساب اللي حكم تقبل في وضع يدها للقضاء ونفس الشي يعود يصير اليوم أما بطريقة أخرى وفي اتجاهات أخرى إذن اليوم القضاء ما خليناهوش في استقلال أو استقلالية في العمل شنو ولا عملنا اليوم؟ عملنا حد شي ما تنجبش تقول ما عملنا حد شي لأنه القضاء في نهاية المطافرة هو الأساس في حياة الناس وفي الحياة السياسية أيضا وفي الحياة القضائية ولكن هناك معركة مفتوحة واختبار كبير أمام القضاء في يعني تحقيق هذه الاستقلالية اللي اليوم ما هاشي مضمونة 100% اللي هي اليوم ما محل اختبار كبير وكبير جدا بين محاولات الهيمنة والنفوذ إحنا منتها إزاءة منتها السلطة التنفيذية تقول لك هذه وظيفة وبالتالي هي مثل باقية الوظائف وبين معنتها القضاءات اللي وهو يفترض أنها يعني السلطة وسلطة معندها لها استقلاليتها لسبب بسيط ولكنه هو مهم جدا أنها تأدي وظيفتها بعيد عن القيود بعيد عن توجيهات بعيدا أيضا عن أي معنتها أحكام مسبقة أو غير ذلك هذه مسألة مفروغ منها أو تخوفات اليوم في كونه الاستقلال اللي هو في إصدار قرارات تتناسب مع رؤاء السلطة السياسية هذا هو هذا هو معندها ما اختلفناش يعني وهذا ما لا يجب أن يكون يعني القضاءة إما أن تهدل أو لا تهدل ما فيه شي بين بين يعني هذا هو معندها ولهذا معندها استقلالية القضاء هي أحد شروط معندها العدالة المطلوبة وأكيد معندها هذه أيضا الهدف متع القضاءة اللي مازالوا اليوم معندها في موجهة هذا الاختبار الحاسم في كثير من القضايا اللي تنتظر أنها تكون معندها هذه هي الدليل نهائي بالنسبة للرأي العام على استقلالية القضاء من عدمه العديد من الشهورات اليوم في النيابة العمومية في محكمة المحاسبات في عديد من الملفات العالقة الملفات العالقة اليوم والأماكن والمواقع المهمة وتعيينات في المعنى حركة القضائية نحثوا علىها ذلك كل وقت شبش يسير ذلك كله فاش ينتظر الرئيس ذلك فاش ينتظر الرئيس هو يقولون علي فاش ينتظر لأنه ذلك تقريبا أمور مطروحة أمامه هو تقريبا شوفوها أكثر الوزراء اللي يلتقي بهم هي إلى جانب رئيس الحكومة ووزيرة العدل يعني يتوجيهاته في معنتها بشأن الفاسدين وبشأن المحتكرين وبشأن كذا يعني أكثرها موجهة لوزيرة العدل وبالتالي يعني هذه المعركة يجب أن تحسن مستقلل القضاء وخاصة الحركة القضائية والملفات زادة القضاء اللي ماتهم جمدين وغير مجمدين اللي يعطيتهم للمحكمة الإدارية حقهم كل هذه الملفات يعني يجب أن تطرح بكل الشفافية نمشو إلى مستوى آخر فوز رئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابة الرئاسية في دورة جديدة ما هي الرسالة التي وجهها الشعب التركي من خلال اختياره وفوز الرئيس التركي بـ 52.14 من جملة أصوات النقيب شنوى الرسالة التي وجهها الشعب التركي تارف الانتخابات التركية يظهر اللي يلزمها ساعة كاملة أو لا أكثر لأنه تقريبا بلغة الأرقام تعكس فيما انقسام كبير في المجتمع التركي يعني المعارضة المنافس والمعارضة من أكثر من 40% ولأول مرة تركيا تذهب إلى دورة ثانية في 100 سنة من الجمهورية 40% تقريبا يعني الفرق حتى قليل جدا من الدورة الأولى والدورة الثانية يعني كانت انتخابات ساخنة على كل مستويات الكلمة الفصل كانت لأردوغان أعتقد أنه الرسالة الرسالة الأساسية هو الاستقرار لأنه كتشوف تركيا اليوم بعيدا عن مهما كانت مواقفنا من أردوغان ومعنتها من خياراته الخارجية وتدخلاته يعني في الكثير من الدول بما فيها تونس والسوريا والعراق وغيره وليبيا أنه كان حصاد معنتها متاع سنوات يعني ولايتين تنجم تقول اللي حقق فيها على مستوى الداخلي التركي الكثير من التطلوات اليوم كانت على المتوى الشخصي قدم لنفسه صلاحيات كبيرة لا هذا كان تنجيكا لأنه هذا الاستفتاء اللي عملوا على الدستور منحوا هذه الفرصة أنه يترشح لولاية ثالثة لأنه ما كانش بالإمكان أكثر من ولايتين ولكن فما فصل في الدستور الجديد اللي عملوه أنه فصل من يومي واحد يقول لك إذا تحل البرلمان وممكن للرئيس أنه لا تحتسب الولاية الأخيرة ويعمل الولاية ثالثة أتمتوه حل المجال حتى معنتها إلى ملا نهاية معنتها جميع حتى مدى الحياة ولكن موضوعيا الناس اللي تعرف تركيا ومشيت لتركيا يقول لك أن تركيا رهنت على بلاد معنتها سياحية بامتياز بلاد نظيفة اللي يمشي لها يعني شوف كل مرة حاجات جديدة مطارها ينافس أكبر المطارات في العالم البنية التحتية الوسائل النقل يعني معنتها سورة تركيا تغيرت كثيرا ورغم رغم الزلزال هذا لا يعني وجود عديد من التحديات لا لا موجود عديد تحديات أحنا مشينا بالتدرج يعني هذه الجوانب الإيجابية بالنسبة للأتراك اللي معنتها رهنوا على سورة تركيا وعلى سورة متاسياحة وعلى سورة معنتها صناعة السلاح ولا أنه ما ننسيوش اللي تركيا عضوا في الحلف الأطلسي من 48 وعندها علاقات قوية مع إسرائيل وعلاقات عسكرية ومبادلات عسكرية ومناورات هذا يجانب آخر في علاقة بالحقوق والحرية والتعامل مع الكارثة الإنسانية اللي صارت كذلك في علاقة بالوضع الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة في علاقة بقضايا المهاجرين واللاجئين وطالبية كلها تحديات هذه المرحلة الأخرى يعني برغم يعني انهيار الليرة برغم أنهي ارتفاع التضخم برغم معنتها الأزمات الاقتصادية الزلزال الكارثة 50 ألف معنتها تقريبا من الضحايا دون اعتبار المشردين والكل اللي كشفت أيضا عن حجم كبير من الفساد في السفاقات يعني مئات المباني انهارت كالرمل يعني اللي هي ملفات فساد سفاقات فساد الاستهداف النخب الأعلميين العسكريين كل من عندها اللي بعد انقلاب 2016 أردوغان يعني معنتها تقريبا عشرة الألاف من الموقفين في السجون معنتها التركية من عسكريين من أمنيين من قضاءة محامين أعلميين يعني هذه أمور معلومة يعني يبقى طموح تركيا دائما الفضاء الأوروبي الفضاء الأوروبي بالرغم أنه يعني شبه مستحيل زي ما نقولوش مستحيل ولكن يبقى ديما الحلم التركي متوجه نحو هذا الخيار وإلا انتفى تماما هذا الخيار منذ تقريبا سبعة وثمانية سنوات فهم التركيا لراه حاجة مستحيلة أردوغان فهم هو قاله هو قال معتهم ما هيش وجهتنا معش وجهتنا الاتحاد الأوروبي أنت تركيا بلاد إسلامية وبخمسة وثمانين مليون نسمة أنت بش تدخل الاتحاد الأوروبي بش نفس سلمانيا وفرنسا ماش بش يسمحوا لها يستحيل هي قوة في الحلف الأطلسي وموجودة عندها دورها في المنطقة أردوغان عنده طموحات عثمانية إمبراطورية كبيرة بدأت من القصر متاع قصر الألف بيت وبيت اللي معنتها بناه لإرضاءا لهذه الطموحات التمدد متاع تركيا والتدخل يعني مزال تسيطر على مناطق في سوريا تدخلاتها العسكرية في العراق تدخلات في المتوسط في ليبيا في علاقتها بالدخل التونسي ومستقبل العلاقات التونسية والتركية بعد التوتر اللي شدناه في الفترة القادمة خاصة بعد تقديم رجب طيب أردوغان الرسالة الشهيرة إلى تونس في علاقة بقضية تأمرا العلم الدولة ورجل غنوشي قبل ذلك كي جان أردوغان من نسط قصر من قصر كارتاش قانشم في رحة الدخان معنتها كانت تذكروها ذيكا معنتها كانت إهنة كبيرة معنتها الوحد جاوب الرئيس قالوا نحن نجتم هذه الرائحة زيت الزيتون أعتقد حتى لليوم الصباح شفت العالم أجمع قادة الدول العالم بما في أمريكا الاتحاد الأوروبي وغيره والأحلف الأطلسي ودول أيضا عربية هنة وأردوغان تونس ما سمعتش ما نعرفش ولكن فما هذه المكالمة اللي قال تصلت ومالقاش رد معنتها من تونس في حكاية بعد القبضة الغنوشي هي علاقات مع الإسلاميين معروفة هو الدعم الإسلاميين اللي يخرجوا من تونس ومن مصر وهنة برح حركة النهضة هنة رجب طيب ردوغان بفوزه أكيد اللي يخرجوا من تونس ومن مصر ومن غيرهم يعني الوجه المتاحهم وينيا تركيا قطر معنت هذك المظلة المتاحهم هو الخيط المتبقي للإسلاميين ولكن هو أذكى منهم بكثير لأنه أردوغان عرف كيفش يحكم بلد معنتها إسلامي ولكن بقانون نجم تقول علماني قانون أتاتورك اللي هو ما غيروش دولة تركية رهي من اللي ما يمكن ما يحبوش يقولوله إسلاميين تركيا وكامل أتاتورك فرض المساواة في الإرث من تقريبا من 37 مفروضة فرضا للمساواة في الإرث اللي هي مسألة ما تتناقش الشيء اليوم يعني هذه هي المعادلة الصعبة أنك في تركيا تنجم تتحكم في هذا الجانبين بين الإسلاميين وبين العلمانيين المشكلة أعتقد مش نرجع لك النقطة أعتقد أنها مهمة مهمة جدا في الانتخابات التركية وتتعلق بالمعارضة لأنها تقريبا تشمل كل المعارضات في العالم أو في الدول اللي ما زالت تلوج على طريق الدمقراطية أنها لم تحسن اختيار مرشحها أنها لم تبحث عن مرشح يجمع بين الكاريزما وبين أنه يكون جيل جديد من الشباب جابت مرشح صحيح قد كان معارض شارس وكان منافس شارس ولكن منجحش في أنه يقلب المعادلة لأنه هناك الخبرة السياسية تطرح نفسها أن العلاقات الخارجية وأردوغان عنده القدرة على سياسة صلح أموره مع السعودية صلح أموره مع مصر قاعد يسعى بشي صلح العلاقات مع سوريا هذا الكل معنتها تقريبا الخبرة السياسية هي اللي خذيتها أمام مرشح بلا خبرة وأيضا هو يفوقه سنن هو في 74 عام شكرا جزيلا لاتيك صحة ضيفتنا في التحيوى النقاش الصحفي شكرا لاتروس فرحان بارشا بوجودك بحثينا اليوم سباح اردوغان اللي قال بارح من شرفة القصر الرئاسي بعد الاعلان عن نتائج أن العدل هو أساس الملك في حكمنا ولن نغير هذا المبدأ وأكد أن تركيا تماكنت من تصدي للقيود العراقيل والدسائس وأن الشعب التركي نجح في إثبات نضج هذه الكلمة اللي ألقاها البارح جزء منها